تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حده الله ورعى برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الربط الشخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رفع صاحب المعالي إلى مقام جلالته السامي أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 للفورميلوان وأكد معالي في برقيته أن هذا النجاح جاء بفضل متبعة جلالة الملك المفدى وإرشاداته وتوجيهاته السامي الكريم رعاه الله مما عكس مكانة مملكة البحرين الحضارية وأضاف المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية للمملكة وأشهد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بكافة الجهود التي بذلت في إعداد وتنظيم هذه الفعالية العالمية الكبيرة وإخراجها بهذا المظهر المشرف لتظل البحرين امتدادا لتاريخ عريق من العطاء والإنجاز وتمنية لوطننا العزيز المزيد من التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله دعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه ويديم على المملكة الأفراح والمنجزات والأمن والأمان